اشتركوا في القناة وصول الديمقراطية في عالم اليوم وصول المجال الاستشارية في العالم الإسلامي على ارتباط بالناس بقدر اغتباطك بالناس أنت ناجح وبقدر عدم ارتباطك بالناس أنت فاشل بكم أنت مربوط هل مربوط العلماء؟ هل مربوط الخطباء؟ هل مربوط الأثرياء؟ هل مربوط التجار؟ هل مربوط الموظفين؟ هل مربوط طلاب المدارس؟ هل مربوط للنساء؟ هل مربوط للشيبة؟ بقدر التباطك معهم حقيقة هذا شيء أني وجدته عجيباً في الحياة أحد الأصدقاء قال لي أن فلاناً مريض نتروح على زيارته قلت نعم نروح على زيارته ذهبت إلى زيارته رحب بفر الترحيل كبير بعد يومين جاء وقال لي هل تعرف متأج هذه الزيارة؟ قلت لي أزور صديق وأعرف صديق قال هذا الصديق كان تاركاً لصلاتك منذ مدة وراجع عن تقليدك منذ مدة لكن لم أخبرك به لأنه رايح على بلد وتكلم معه وترك التقليد وترك الصلاة لكن وقت اللي رحت إلى زيارته ورجعت في يس المجلس يلا أصدقائه الجالسين والعجيب يلا هؤلاء قصوا علي نحن بحاجة إلى كثرة الارتباط بالاجتماع أنت مرتبط بالاجتماع ارتبط به أكثر أنت غير مرتبط بالاجتماع ارتبط بالاجتماع أكثر البلاد الغربية لماذا هم سادة؟ قلنا لأنه كفاءات الكفاءات من أين جاءت؟ من الديمقراطية الارتباط بالناس الارتباط بالناس الاخ الليلة البارحة ينقول لي أن كارتر في التلفزيون فتاة صغيرة في حشد كبير من الناس قالت له لي عندك سؤالات الفضلي السؤال الأول قال لماذا أنتم تذلون أنور السادات؟ فتاة تسأل من كارتر برد التلفزيون وهو مجبور يجاوب الانديمقراطية في بلادهم يعني ارتباط بالناس في بلادهم الارتباط بالناس أظهرت الكفاءات الكفاءات سيطرت على العالم اشتركوا في القناة